تعيين الشيخ نعيم قاصم أميناً عاماً لحزب الله هو خطوة تحميل رسائل متعددة في الداخل والخارج سواء على مستوى قيادة الحزب أو في إطار التوجهات الاستراتيجية والسياسية للحزب في لبنان والمنطقة الشيخ نعيم قاصم التي شغل منصب نائب الأمين العام للحزب لسنوات طويلة يعد أحدى قياداته المؤثرة يتميز قاصم بمواقفه السياسية الصلبة وتوجهاته الفكرية المتطابقة مع رؤية الحزب وقيادته وبالتالي الاستمرارية في خطه الأيديولوجي السياسي لذلك فأن خيار تسمية قاصم أميناً عاماً الآن وبمقدار أهميته لتحصين الحزب إنما ينطوي في الوقت نفسه على مخاطرة خصوصاً بعد التهديد الفوري الذي أطلقه وزير الحرب الإسرائيلي يواف جالانت أما على مستوى دلالات انتخابه في اللحظة الحالية فأن الأعلان جاء كرسالة للداخل اللبناني والخارج أيضاً مفادها أن حزب الله أعاد تنظيم البيت الداخلي ولا ينتظر انتهاء الحرب واستلام قاصم مقاليد القيادة ينطوي أيضاً وفق العارفين على رسالة تثبيت للتوازنات والحضور موجهة إلى بعض الداخل اللبناني ممن استعجل الاستثمار في مفاعل الحرب الإسرائيلية وبدأ مبكراً في إجراء نوع من حصر إرث سياسي للحزب على قاعدة استنتاجات متسرعة بأنه هزم ترجمة نانسي قنقر